حسن يعني العدد من المتاصلين كيأكدوا أنهم متضررين وكيركزوا على التغطية الصحية حيث العاملين غياب التغطية الصحية طبعا العاملين والعاملات في الحمامات الأمل ديالهم هي تكون عندهم التغطية الصحية وخانتم شنو كتديروا من أجل أنكم تتحقوا هذا المطلب نحن كان مكتب نقابي والجديد الجديد ديالتحاد مقاوي لخدمات من ضاوي تحت الاتحاد العامل وقوات والميهن نعم بغينا هات التغطية الصحية والحمد لله هذا سيدنا اللي ينصروا هات التغطية جابة سيدنا وحنا كان مكتب كان نحاولو نديرو لهذا العاملين ينضاويوا للمقاوي لذاتي باش يستفدوا من هات التغطية الصحية نعم أنهم يجيوا عندكم المكتب ديالكم حنا كان المكتب ديالنا وكين مكتب ديالنا قابي ديال مقاوي لذاتي تهو من ضاوي تحت الاتحاد وخا غير باش نشرحوا مزيلا ناس اللي اليوم عندهم مش تغطية صحية وكيشتغلوا في القطاع ديال الحمامات بغاوي يستفدوا من هذا كيجيوا عندكم انتم المكتب باش يدوروا مقاوي لذاتي مقاوي لذاتي باش يملي تكون هات التغطية الصحية نعم حتى هم يستفدوا فوقش هتكون هات التغطية الصحية تغطية الصحية را الحكومة هي لا فيدها من اللي غا نهار غا تبدأ إذن ما عندكم مش معلومات اللي هي مضبوطة انتم كتحاولوا أنكم تعاولوا هات الناس باش يدوروا النظام ديال مقاوي لذاتي باش يملي تكون التغطية الصحية باش يستفدوا منها وأكيد أنهم غادي يسهموا بتمن اللي هو رمزي من طبيعة الحال ولكن كنت تمنوا كنت تمنوا حيث الحكومة يافيد دا كل شي كنت تمنوا باش تشوف هات الفئة هاتي حيث هات الفئة را ديال الحمامات طرح الفئة لهاشة باش بتخلص واحد تمن اللي أصله لمقدرتش عليه وكذلك حنا كننا في واحد القطاع غير المهيكل والحمد لله بغينا نحن نخرج من هات القطاع غير المهيكل المهيكل